مرحبا رسالة الى الشعب السوري العزيز والغالي بدكن تعتبروها نصيحة بدكن تعتبروها تنظير بدكن تعتبروها يعني حرقة قلب من واحد بدكن تعتبروها رأي من واحد ختيار قاعد تكسروا سنانوا بهذه السورة مثل ما بتكون ادي لكم مجموعة اشياء يجب ان تقال شوفوا انا من سنة 75 بشتغل عمل عمل سري معارض عم نحاول نسقط النظر ومرأ علي كل تاريخ هذا وعشت فيه بجوارحي مثل ما يقول فكرا وعملا وتنظيما وانخراطا واخر شي طول وصلنا لهم ننصحكم نصيحة اساسية تقولوا ارحل يا بشار هيك لحالة ما بكث اذا رحل مين يجي محلو وطزة نكست شوف اليوم التالي شوف يعني اليوم لا يكفي ان تقول انني اريد ان اهدم بس بيقول لك شو بدك تتبني محلو بدك تعد بالعراق يعني في قدامنا حلين يا بدنا نعمل دولة او بدنا نتحول لغابة يا دولة يا غابة ما في حال تالت يعني الناس اذا تركناها بدون دولة بدون مؤسسات بدون نظام بدون قانون شو بيصير بيصير غابة شو يعني غابة يعني كل واحد بصحول له يسرق اجاره بيسرق بصحول له ينهب ينهب يروحه بيصطاد ما بيهمه شو بيصير وراه بدنا نعيش حياة غابة ولا بدنا نعيش حياة مجتمع هذا هو السؤال الاساسي ما ممكن اليوم تعتمد على البنى التقليدية الادينة العائلة والقبيلة نهارت والناس تشردت وراحت البنى التقليدية الادينة ما عادت كافية بدها بنى حديثة يعني بدها بنى سياسية دولة ما الدولة الدولة ارض بعيش عليها ناس معينين ينتجوا سلطة سياسية شو يعني سلطة سياسية يعني سلطة قانون بنظموا حياتهم بتعاونوا مع بعضهم بيلغوا الشر اللي داخلهم بيوقفوا مظاهر الصراع بيقيموا السلم الاهلي كيف بيقيموا السلم الاهلي بيقيموا السلم الاهلي من خلال مؤسسة قضاء منظام نظام قانوني مؤسسة قضاء ومن سلطات تنفيذية منضبطة تلفز ارادة الشعب هذا هو المطلوب اما نحن نقول ما بدنا دولة يعني يلا ارحل يا بشار يعني ما بدنا دولة شو عملت لحتى تسقط بشار طلعت مظاهرة طيب طلعت مظاهرة تحررت من الخوف ما عاد بدك هذا النظام كتير منيح وكتير ممتاز وهي يعني خطوة لابد لابد منها انه نطلع مظاهرات نقول له لا لهذا المجرم وغيره ايضا وكل المجرمين طيب تحررنا من الخوف ونزلنا على الشارع وطلع على الشعب السوري كله مظاهرات ما طلع قبل 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 بمرة وحررنا سبعين اكتر ثلاثة وسبعين بالمية من سوريا يعني وصل النظام لمرحلة ستة وعشرين بالمية من سوريا له فقط شو عملنا ما قمنا ولا سلطة كل مجموعة اشتغلت لحاله بالعكس بلشو يختلفوا يتقاتلوا شو نظمنا ما في شي طيب اذا ما بكفي تقول ما بدي تقول شو بدك يعني بالاصل بتقول ما بدي هاي لانه بدي هاي اما ما فيك تقول ما بدي شي بدي انا ما بدي بسط بدك دولة بدك مؤستسات بدك جهاز رقابة بدك جهاز تنفيذة بدك نقل بدك كهرباء بدك استيراد تصدير حدا يطبع عملة حدا يعمل قضاء حدا ما بصير يعني هيك نتخيل نحنا انه انه يعني الدول بتشيل بشار بتحط لنا واحد يعني ايمه واحد يعني نحنا عم نحقاطب مين عم نخاطب الدول الاستعمارية يا جماعة شيلونا هذا المستعمر الوكيل كون القديم وحطونا وكيل وكيل جديد هيك بدكول وحاولت الدولة حاولت تتظبط لكم قيادات يعني لكن كلها فشلت ليه لانه الشعب ما بيقبل ما بيقبل يرجع للاسلوب الماضي ما بيقبل يرجع لناس تحكمه مثل عادي يعني بيشيلوكم بشار بحطوه لكم مثلا واحد تاني ابن اخو او ابن عمو او حدا من النظام او الاخري هاي فكرة بتصير يعني احنا وطرحناها انه خلي حدا شيلوا بشار وجيبوا حدا من داخل النظام او من خارجه او مجلس يقبل بالحل السياسي وين استضمنا استضمنا انه انت وقتل عم تقطع الرأس عم تفرط الدولة كي دك ترجع تبني العصاب يعني انت ايدا قطعت رجعت وصلت وصلت بدك توصل لكل شريان بدك توصل العصاب بدك توصل العضلة بدك توصل مشكلة تلزيق يعني فيه شغلات بين الرأس وبين النظام فيه قيوط كثيرة جدا وشبكات اتصال وتبادل بتموت بتقف فلا يصح لا يصح ان نحن نقيم رأس نحط رأس لن تزبط تجي دولة تحتلنا احتلوا العراق الامريكا بقدراتها كلها محسنة تعمل دولة وصاروا شيعة العراق اليوم بترحموا عيام صدام مول ذيك الشيعة عرفتوا كيف بترحموا عيام صدام ليه لانه محسنوا يعمل دولة فاسمعوا من هالختيار لم أرقح مثل ما بيقولوا مرأ علي كتير وقريت كتير وشفت كتير نحن المطلوب منا عمل تنظيمي عمل تنظيم بناء عمل بناء نطلع مظاهرة نقول ما بدنا بس نبلش نبني نبني اول شغلة قلنا لكن عليها نبني امننا الزاتي يعني ما حدا يسرق حدا يعني منطقة ضيعة تحررت مثلا او منطقة طلعت مظاهرات السويدة هلا مع كل التحية لأهل السويدة تكون تبنوا شي تبنوا لجهان على الأرض تضبط وتقود وتوجه وتستفيد من قدرات الناس وتحل مشاكل الناس اطلع على المظاهرة وارجع على البيت ما صار شي دل بطلع مظاهرات عشرين سنة ما بصير شي الشي الوحيد اللي ممكن ساويه هلا انه حول المجتمع الى حالة فوضى عارمة الفوضى العارمة شو بتكون النتيجة خراب علينا وعلى الدول المجاورة هذا نريح البلد باتجاه فوضى عارمة كل واحد يقتل متضر يقتله مو لانه بدي عيش كيف بدي عيش هو حامل سلاح وأنا حامل سلاح هو جوعان وأنا جوعان طيب ايه والنتيجة وكل عصابات يعني كل آياتها عصابات في كل المناطق عصابات لم تعد مؤسسات الدولية دولة خلصت اتهت فنحنا حتى نخلص مطلوب مننا عمل تنظيمي ونحنا بلشنا وحطينا مشروع وحشتغلنا وإلى آخ portrait مع ما ننظر عليكم دعوا يشتغلوا عنا شتغلوا مثل النبي عملوا مؤسسات منظمات مؤسسات نزموا عاملكم بشكل منضبط يعني اللي بيشتغل اعلام واللي بيشتغل عسكرة واللي بيشتغل امن واللي بيشتغل المعلومات واللي بيشتغل تنسيق واللي بيشتغل اقتصاد واللي بيشتغل طبابة بنى من الارض لفوق ما بصير يحط لك طربوش ما له جزور يعني جب لك زهرة حطها بالكاسة تطلع ما تطلع ما تطلع ما بزبط بدك هذا شيء بنى كاملا متكاملا سلطات تطلع شوي شوي ممكن نبلش محليا منطقة مثلا مثل الجنوب منطقة مثل الشمال منطقة مثل الله وممكن نبلش بشكل عام ونتكامل يعني كل منطقة خصوصية بعد الفترة صحيح في خصوصية لكن لا يعني لا يغيب هذا عن مشروع الدولة الكامل فالمطلوب منكن اكتر بكتير من اننا نطلع مظاهرة او نحتج او نكتب بوست او نعمل بيان المطلوب عمل تنظيمي الناس تنظم نفسها لتحمي نفسها اولا وتساعد بعضها تانيا وتتعاون لبناء دولة لبناء سلطات بس يصير عندنا آلية لبناء سلطات ساقط النظام ساقط النظام والدول بتدعم يعني حاولوا كتير انه يفرضوا يفرضوا ناس شخصيات معينة اختلفوا الدول بعضها ها بدو جيب زلمته ها بدو جيب زلمته كيف بدو يحكوه شو علاقته بالناس اول سؤال نسأله هل يرضى عنه الشعب هل سيتعاون معه الشعب هل هناك آلية لكي يقود الشعب لا اذا نوقفوا عند نقطة اساسية انه ما بصير ينفرض من فوق فسؤالوا قالوا يا اخي اشتغلوا وانتوا اختاروا مو انا يعني بدي اختار اختار الشعب نحنا قلنا لهم طريقة انتاج القيادة هي من القاعدة هي للقمة ما بصير انا افرض قيادة على الناس خلينا نشتغل وننظم الناس الناس تنتج قادتها طبيعي هذا هو صحيح بس اذا ما اشتغلنا ونظمنا الناس ونظمنا لعملها ضايعا جهودنا ضايعا كل واحد بيعويع كيفه ما مستفيد شيء والاسد بيبقى بيبقى بيحصر حاله بيضايق بتتقلص مساحة سلطة وحجم سلطة وامكانات وعم تتقلص كثير لدرجة انه هلا مو مسيطر على شيء بس مسيطر على مجموعة عصابات حواليه وبيحمي حاله وشو صار طلع بكل سوريا بتلاقي ساحة جريمة ساحة ساحة جريمة فانحنا كان فكرتنا الاساسية انه المنطقة الاسهل والاهم اللي بيضا تقود التحرير هي المنطقة المحررة طيب المنطقة المحررة مسيطر عليها عصابات مثل عصابات الاساس قتله خطفه تشبيح لا اسوأ انا بقولك تروح وتمشى اليوم بالشام من اولة لاخرة ما بيقفك ولا حاجز بتروح تمشي بإدلب كل شبرين في حاجز هذا بدو يخطفك هذا بدو يشلحك هذا ليش لابس بوط قديدس هاتو هذا بحطه لك تهمية كل واحد يعتقين كل فصيل كل عنصر على حاجز بيعتقل وبيربس لك تهمة وبيحطك بالسجن وما حدا بيحسن بيحسن الطارق وبيخطفك وما حدا بيحسن الطارق وبيتصب لك بنتك وما تسترجع تحكي فنحنا قلنا يجب أن نبدأ من المنطقة اللي اسمها محررة للأسف وقفوا وما بالدنيان نشتغل ليش لأنه نحنا زي قدمنا نموزاج كل الشعب السوري بيقلدنا وبينضم وبيصير عنا قيادة وبيصير عنا هذا المشكلة الأساسية منذ عام 2013 إلى اليوم هي الائتلاف هي المجلس الوطني ما بده يشتغل على الأرض ما بده نظم شي ما بده يقود شي قاعد بالفندو بعيد بس بده يجي يركب مؤسسة شبيحات ما بدك تعمل فيها إذا جيت اليوم حكمت سوريا سوريا كلها تشبيح ما بيصير تخيلوا معي أنه يجي أبو عمشة وأبو بكر وإلى يحكموا الشام ما بيصير فيها بس يعني قارنوا شوفوا شو عملوا هونيك شو عملوا قارنوا يجي الجولاني يحكم الشام ما بيصير فيها على الشعب مرأ بمرحلة التجريب بده يجرب ما قلنا له الدولة مدنية وليبرالية وديمقراطية طلعوا الإسلاميين لا بدنا إسلام جربوا جربتوا هاي الدولة الإسلامية في عنا داعش في عنا في عنا النصرة وفي عنا الإخبان المسلمين اللي هو الائتلاف والجيش الوطني طيب هايدي هاي السلطات اللي آمن ما مو مصبوطة مهيك إذا كان يجب أنه يعني يجربوا الناس حتى يعني يفهموا علينا أنه يا أخي الدولة مش شعار ديني مش دولة 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 مؤسسات مؤسسات قانون قانون وأمن أولا أول شعار هو الأمن يعني زيادة القانون ثاني شعار هو الحرية يعني نخلص من سلطات التشبيح ومن سلطات الاحتلال يعني الحرية الداخلية والحرية الكارجية ثالث شغل الخبز يعني لا كله الشرب والخدمات لا خذ ثلاث شعارات بس ما في غيره ما شغلة يا يمين ولا يسار ولا شيء أمن إن كان يمين ولا كان يسار ولا كان اسلامي ولا كان عيماني 过emaal كردي ولا كان عراق بدي أمن يعني بدي أمن على عالي ما حدا يجي يسرقني ما حدا يغطف ابني ما حدا يحطني באسجن ما حدا يأمن بدي أمن يعني الأمن يعني سلطة القانون وين هل سلطة القانون إذا بيجي رئيس فصيل بيؤمروا للقاضي العسكري وبيؤمروا من درجة بتضحك عليكم وبمرق إذا الدولة بتعتقلوا سجون سرية وخطف وتعذيب إذن بدنا آمن بدنا تاني شي الحرية أنا أحسن انتقد أقول هذا الفاسد أحسن انتخب سلطة أقول رأيي أحسن طالب بحقي والحرية الخارجية ميليشيات وعصابات مشكلة ثالثة جيوش أجنبية وفاطميون وزينبيون وفصائل حق وفصائل مدرشو هذا كله عصابات وإجرام وتشبيح ومدرشو طيب وجيش وطني وعمشات وحمزات كله فصائل هاي مشكلة مشكلة أكبر كمان بيجي بعدين الخبز طيب أنا بدنا ننظم الاقتصاد ننظم العمل بدنا ننظم الإغاثة بدنا ننظم الإنتاج كيف بدأ تعيش العالم ننظم الخدمات ننظم الطباب نجيب لهم كهرباء نجيب لهم نقود نجيب لهم كوب كل الأمور تتكامل مع بعضها حتى نحن نحسن نحسن ننتصر إذن العمل المطلوب مننا هو عمل تنظيمي عمل بناء بناء قاعدة أساسية لسلطة وطنية حرة هذا هو المطلوب أكتر بكتير من أننا نطلع مظاهرة المظاهرة على عيني وراسي وما في منكم من أحسن ما تكون وطلعت وقلتوا الشعب يريد إسقاط النظام خلصنا من الخوف خلصنا من الخنوع خلصنا من الكذب خلصنا من أنه يضرب ناس بناس يعني النظام اشترى ناس لا يضربوا ناس لناس تانين رجع نحرك الناس التانين لحتى يصيروا أعداء لهدو العمل يحول الثورة عليه لحرب أهلية معروفة يعني استخدم الطائفية واستخدم الإسلام وكلهم عاونوا ساعدوا على ذلك لأنه خافوا من الشعب السوري بس لو الشعب السوري بنم أساسات نظيفة وجيدة قصائط النظام في 2014 قطعا صائد لكن المشكلة الأساسية كانت المعارضة وما تزال المعارضة هي العائق الأول على لإسقاط النظام لأنه لو وجد بديل قادر أنه يمسك يمسك الدولة يعمل دولة كانت كل الناس إجت لعنده كل الناس كانت بتجي لعنده ليش؟ لأنه الناس بدت تعيش بدون ما تقاتل هي الناس بتجي لعندك كلهم بيجوا له وعندنا إحنا منطقة محررة نظيفة ووطنية فعلا وفي أي إلسان يروح يقعد فيها ويشعر بكرامي قطعا ما صفي ولا سوري عند النظام لن كان علوي ولن كان درزي ولن كان إلا أخي ولن كان نحن ما ما عملنا شي الناس عم تطفش اليوم عم تطفش من المحرر لعند قسط تخيلوا عم تطفش عم تطفش لعندهم يعني عم يحاول يدفع مصاري ليهرب مثل ما عم تطفش الناس من عند النظام أريد أن نرجع لاجئين اليوم أعداد العميغادر والسورية بالهبل إن كان من السويدة ولا إن كان من غيرها الناس هم تطلع من الجوع فإذا أننا ما عنا ما خلقنا الحالة اللي ممكن تكون هي بديل والتالي بشار مو بس بشار سلطات التبشيرية مثل ما يقول الفساد والاستبداد والتشبيه داقية وإذا الدولة سقطت اليوم يعني مؤسسات ما عادت اشتدلت بتقوى مين ما بيقوى الشعب بيقوى العصابات المحلية يعني الوطنية هون والقوات الرديفة هي بتصير الحاكم الفعلي وخلصنا يعني بندبح بعضنا من جديد وبنتخرب اللي ما تقرب لسه هذا هو اللي عم يصير فالعمل التنظيمي مهم جدا نسفهموا علينا وتعاولوا نتعاون ننخلق حالة تنظيمية للناس للمجتمع على الأرض قلنا نحن نبدأ بالمعلومة ونبدأ بالأمن نبدأ بفضح الفاسدين نبدأ في بناء سلطة رقابة حقيقية ثم قوة عسكرية قوة تنفيذية قوة قضائية ثم ننتقل الاقتصاد والأخير والسياسي تنتج قوى قوى سياسية تنتج قيادات سياسية مراقبة أنتجها الشعب ويحاسب الشعب ساعة تبصير لنا بصير دغري مباشرة بتشوفوا كل الدول ساعدتكم ومعاد فيها تعمل شيء معاد فيها تلعب الدول معاد فيها تلعب حتى الآن الدول عم تفكر بالشكل التالي إنه نحن إذا ضغطنا أكتر وصقطنا الأسد مين يحمسك لحيشتغل محله يقول لك فوضاء لأ إذن بعتولوا للأسد مصاري وهلا بيرجعوا بيعطولوا مصاري طالما نحن ما بنينا شي بديل بيرجعوا بيعطولوا مصاري مشان ما ينهار ما تبقى لأنه إذا سوريا فرصت دخلت بالفوضى العارمة كل دول الجوار رح تدخل بالفوضى العارمة سوريا موقعها الاستراتيجي خطير جدا يعني اتنين شباب من الجنوب يجب بالهم يجربوا صاروخين ضربون على اسرائيل وفرحانين طلح حسن صلى الله والله مو أنا أقسم بالله العظيم مو أنا أمضبوط مو هو لأنهن هيك إجب بالهم وهذاك إجب باله يعمل كابتيجون وهذا إجب باله يعمل مدريشو وهذا أجب ما في يعني 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 ده سلطة مسؤولة يرضى عنها المجتمع الدولي يعني تكون ملتزمة بال المواسيق والعراف الدوليين وهذا شي صارح نحن نحن بدنا سلطة يرضى عنها الشعب يعني الشعب ينتجها والشعب يحاسبها مش تنفرد من بره بدنا مشروع لبناء لكل سوريا بدنا نبلش على الارض اليوم السويدة تقريبا صارت فيه طريق التحرير خليها تجرب تعمل سلطة تعمل لجان شعبية لجان شعبية لجان حراسة لجان امن اعلام معلومات ما بيكفي طلع الشيخ يحكي لانه البنية رغم انه هي الاكسر تنظيمان والاكسر انضباطان مع ذلك فيه صراعات داخلية يوم بيجي وقام وهاب بيجي حزب الله بيجي مدري شو بيغتالوا الشيخ البلعوس بيغتالوا مدري مين بيخوفوا فلان بيعملوا فلان تفرط طايفة قادرين قادرين قوى العصابات قادرة تفرطها وبالتالي بدنا تنظف ابني شي منتخب من الناس شي منتخب من الناس سياسي مدني عسكري علمامي اقتصادي غير السلطة التقليدية السلطة التقليدية يعني العشائرية او الطائفية او السلطات الدينية ليست كافية اليوم مهرب يكفي نقول له والله الشيخยق عميليك بيقول ل ... اذا الشيخ نفسه عم يفسد اذا الشيخ نفسه عم يشبه واذا الشيخ نفسه عم يشرب اتش بوز شو بد اكيتهم من بد اطيعوا الشيخ العشيري بيقول لك الشيخ العشائي مش الشيخ العشائي هي البعضة شتريت هلأ اليوم ما نشد معكم لا نريد النظام بيجي النظام بيرشيله كمشيخ بيقولك لا خلي يفوت جيش النظام بيروحوا بيسلموا من السوار اللي عندنا دول يقاتل متل ما عم يصير بالجنوب وعم يصير بيغيروا كل مرة بيقوموا هالناس بتنتخب بيجيوا بعدين هذي كبيرتشوا المشايخ بيروحوا الناس بيقولوا طلعوا طلعوا طالعوهم بالقوة أو بيسلموا أو بيقولوا نعملوا مصالحات بعد المصالحات بيصيروا يصفوا هاد ويعتقلوا هاد ويقتلوا هاد ويعملوا هاد خلصنا يعني ما فينا نورد نورد ناسنا على سلطة غير غير أمينة سلطة بدها بدت هاكل بس يعني نقص عنده الأكل بيضغط بواسطة السوار بيرجع بيجي أكل بيرجع بينام نرجع من عيدة هايك هاي دي اللي عم يصير ايه هلأ بيعطوه للأسان مية ميتين مليون بيدفعوا للناس تهدى العالم ما عاد فيه شيء بسوريا مهد؟ ما نرجع بنفس الشيء اليوم المجتمع الدولي كله مضخنوق ومتضايق وما بده يدفع بعدين حسوا أنه انتهى يعني الموضوع اليوم النظام انتهي تماما يعني يعني النظام اليوم ما معه يدفع أجار يعني عم يطبع عملي بلا بلا رصيد ووزع على الناس عم يضحك على الناس اليوم الجوع ما عاد مقبول الخدمات ما عادت مقبولة النهاية الناس وصلت لمرحلة ما محها أجار الطريق تروح على شغلة يعني مو ما محها ما عاشها ما بيكفي أجار طريق كيف تشتغل الدولة ما تشتغل هني عم يحافظوا على الجهاز الأمني فقط الجهاز الأمني العسكري الأساسي عم يحافظوا عليه ببراني غير الخزينة هذا روح شبح روح يسروح روح يناب يعني ضائت الحلقة كتير وبالتالي قاعدة النظام صارت خار هاي الحالة ثورية قاعدة النظام اللي عم يشتغل عليها اللي كان اجتماعية اللي كان اقتصاب اللي كان أمنية يعني المستوى من نقيب ونازل ميد وزدابة مو مدعوم كمان ميت وبالتالي صار عنا قاعدة كبيرة لهم مصلحة بالتغيير كيف ننظمهم كيف ننديرهم كيف ننوجههم هذا هو المطلوب مطلوب عمل تنظيمي تخلقوا بديل سياسي عسكري أمني الاخري اللي اشتغلناه نحنا مثال قدمناه للناس انه نحنا من خلال التحالف الدولي بالغطاء والمعايير اللي بدهوا ياه المجتمع الدولي حتى ما يفضنفك ويرجع يحاربك وشان من خلال هزي المعايير نخلق مؤسسة أمنية مؤسسة عسكرية مؤسسة سياسية مؤسسة اقتصادية تدير وتحرر بالتدريج ومن موقع لموقع وقلنا انه اسقاط الاقتلاف اسقاط سلطات المعارضة وتحرير المحرر هو البوابة لتحرير بقية سوريا هل تقدم نموزاج تقول انت مين وكيف تشتغل هذا هو السؤال المهم ممكن نبلش مناطق تانية ممكن نبلش بكل مناطق سواء هذا هو المطلوب مطلوب عمل تنظيمي لجان محلية رقابة وامن واقتصاد ومعلومات الى اقل فاما نثبت انه احنا شعب يريد دولة او نثبت اننا ناس بدنا نعيش بغابة هذا هو السؤال الاساسي لازم نسألوله بعضكم وكل التحية وكل احترام والى النصر ان شاء الله تعتبروها تنظير تعتبروها يعني وصيحة من ختيار من حدم قضي عمره باهل القصة انتو احرار ايه يتبع اشتركوا في القناة